صباح الخير سأتحدث اليوم عن المعاني المختلفة للحذاء في الحلم أولا خلع الحذاء في الحلم عند الدخول إلى مكان في الحلم يعني أن هذا المكان طاهر ومقدس والله يريدنا أن نذهب إليه رقم اثنين أن نحمل معنا في الحلم زوج من الأحذية الزائدة التي لا نرتديها يعني أننا لا نثق بالله أنه سوف يدبر كل احتياجاتنا فنضع ثقتنا بأمور دنيوية وأشخاص لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا رقم ثلاثة رؤية أشخاص غير معروفي الوجوه يضعون حذاءا جميلا على أرجلنا في الحلم يرمز للجمال الذي يران الله به وإلى الجمال الذي سوف يران الناس به بسبب سلوكنا بالأمور الصالحة رقم أربعة أن يرى الشخص نفسه في الحلم حافي القدمين وعريان أو حافي القدمين ويسعد إلى جبل في الحلم معناها أنه يمر بفترة حزن شديد بسبب معاصيه التي ارتكبها وكل ما عليه فعله هو التوبة عنها حتى يخرج منها رقم خمسة أن يكشف الشخص عن قدميه في الحلم دليل على أنه سوف يعاني من الهزء والفضيحة والعار رقم ستة رؤية حذاء يرمى على مكان في الحلم دليل أن قضاء الله ودينونته قادمة على هذا المكان بسبب المعاصي التي فيه رقم سبعة رؤية شخص في الحلم يرتدي حذاء مهترئا أو يحتوي على رقع دليل أن هذا شخص مخادع وكاذب وعلينا أن نحذر منه رقم تمانية أن نحل رباط حذاء شخص في الحلم دليل أن هذا الشخص ذو مكان عالي وعلينا أن نحترمه ونسمع له وشكرا شكرا